اعتداء جنسي وتعذيب حتى الموت تقرير دولي يوثق جرائم الإمارات في اليمن ودعوات لإنشاء آلية لمساءلتها عن أفعالها تلك هل ينجح المجتمع الدولي في تحقيق ذلك؟ أهلا بكم تقرير لانفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان صدر حديثا يظهر ارتكاب جنود إماراتيين وميليشيات تابعة للإمارات انتهاكات عديدة من بينها التعذيب حتى الموت والإخفاء القصري والاغتصاب وسوء المعاملة ضد مختطفين في منشآت تسيطر عليها في عدد من المحافظات الجنوبية التقرير الذي وثق الجرائم خلال عامي 2018 و2019 وجد أن الإمارات وبقية أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومن المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن قدمت المفاوضية السامية لحقوق الإنسان فهل تتحقق العدالة ذات يوم؟ مجدداً جرائم الإمارات بين يدي الأمم المتحدة شهادات وثقها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريرهم الأخير حول جرائم حرب مروعة ارتكبها جنود إماراتيون في اليمن خلال عامي 2018-2019 في غرفة الأحلام كما يصفه عسكريون إماراتيون يقوم بعض عناصرهم بممارسة التعذيب والتهديدات والعنف الجنسي ضد مختطفين يمنيين الصعق بالكهرباء والتعليق من السقف لفترات طويلة والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية وإزالة أصابع القدم والأظافر والعري القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي أما المعدبون فهم قادة مقاومة سابقون أو جنود وضباط في القوات المسلحة اليمنية أو مواطنون شماليون أو نشطاء حقوق الإنسان أو صحفيون وفئات أخرى طالما كانت هدفا للقوات الإماراتية والميليشيات التابعة لها في عدن خلال السنوات الماضية بير أحمد وقاعدة البريقة وقاعدة الريان بحضر موت وغيرها من المواقع تمثل جزءا من شبكة واسعة من المعتقلات غير رسمية التي تديرها أبو ظبي مباشرة أو بواسطة ميليشيات موالية لها في مركز الاعتقال في البريقة وثق فريق الخبراء اغتصاب ستة رجال وصبي واحد وفي عدد من الحالات تم اغتصاب الضحايا عدة مرات بالإضافة إلى عمليات اغتصاب ضد مهاجرين ولاجئين أفارقة استخدم العنف الجنسي كأسلوب استجواب وتعذيب وإذلال عندما لم ينجح الأفراد العسكريون الإماراتيون في تحقيق أهدافهم بوسائل أخرى تعذيب حتى الموت أو الإعاقة ومن نجى من الموت تحت التعذيب لا ينجو من الأمراض المزمنة كما يشير التقرير هذه ليست كل جرائم الإمارات فقد أشار تقرير الخبراء إلى أن جرائم أبو ظبي تجاوزت الحدود الجغرافية اليمنية مع إنشاء مركز اعتقال في القاعدة العسكرية الإماراتية بمدينة عصب الإرتيريا وهو المركز الذي تصدر منه أوامر الإغتيالات والتعذيب بحسب التقرير تحقق فريق الخبراء من نحو تسعين حالة اغتيال لقيادات في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشي الحوثي وموظفين مدنيين وأشخاص معارضين للمجلس الانتقالي الجنوبي والدور الإماراتي جرائم التعذيب والاغتصاب والقتل ودعم الانقلاب على السلطة الشرعية تتسع خارطة الانتهاكات الإماراتية في اليمن يقابل ذلك تصاعد في الاحتجاج ضد هذا السلوك مع دعوات لتشكيل آلية أممية للمساءلة بخصوص جرائم حرب أبو ظبي في اليمن أجدد أترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الستوديو الصحفي والناشط الحقوقي لأستاذ محمد الأحمد أهلا بك أستاذ محمد مرحبا بك أخي وجيف والمشاهدين حياكم الله إذن أستاذ محمد تقرير سنوي جديد للجنة الخبراء البارزين المعنيين التابعة لمجلس حقوق الإنسان ما أبرز ما تنوى له التقرير من خلال متابعتك الحقيقة أولا أن هذا التقرير الدوري لفريق الخبراء البارزين الدوليين التابع للأمم المتحدة والذي أنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان قبل عامين تقريبا التقرير قدم إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد خلال هذه الفترة من 9 سبتمبر إلى 27 سبتمبر الجاري وتم استعراض ملخص التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف أبرز ما جاء في التقرير أو ما تضمنه التقرير هو التوسع في دراسة بعض القضايا التي كان أشار إليها في تقريره السابق وكثافة المعلومات التي توفر عليها التقرير بحسب الفريق أجرى مقابلات مع 600 شخص ضحايا أو أقارب ضحايا بالإضافة أيضا إلى اعتماده لمعلومات فحصها أيضا قدمت من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وبالتالي جمع قدر كبير من المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في اليمن منذ اندلاع هذه الحرب قبل خمس سنوات اللافت أيضا في هذا التقرير أنه عنوانه أنه فشل جماعي ومسؤولية جماعية فهو يلقي بالمسؤولية على المجتمع الدولي في استمرار المناخ السائد للإفلات من العقاب في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال هذا النزاع المسلح سواء انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان واستطرد في كثير من تفاصيل انتهاكات ما يتعلق بالانتهاكات الحق في الحياة من خلال القصف الجوي بغارات التحالف السعودي الإماراتي أو القصف العشوائي أو الألغام لميليشية الحوثيين والتي تحصد أرواح المدنيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقوق الإنسان وتمثل ذروة الوحشية والقسوة في جرائم انتهاكات حاطة بالكرامة الإنسانية والتي أيضا يعني تؤذي الضمير المجتمعي بالإضافة أيضا إلى العديد من القضايا التي ناقشها في سياق التقرير المتعلقة بموضوعات الجانب الإغاثي والمأساة الإنسانية المتفاقمة جراء استمرار النزاع والانتهاكات ومنع وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى الضحايا المتضررين من الحالة فيما يتعلق بقائمة المنتهكين لمن وجهت هذه اللجنة في هذا التقرير يعني اتهاماتها من الذي قام بالانتهاكات في اليمن؟ ما هي الأطراف؟ طبعا القائمة إذا تقصد القائمة السرية لا أقصد عن القائمة السرية بل أقصد من هي الجهات بشكل عام بشكل عام في الحقيقة التقرير اتهم كل أطراف النزاع في اليمن بارتكاب جرائم الانتهاكات الحوثيون ميليشية الحوثيون وبالمناسبة أخي وجيه هنا نؤكد دائما ونكرر أن الميليشية الحوثيين عندما ذهبت إلى خيار الحرب في اليمن فهي شريك في كل جرائم التي يرتكبها حتى الأطراف الأخرى لأنها هي التي أوقدت هذه الحرب هي التي أغرقت اليمن كلها في هذه الحرب وبالتالي الحوثيون الطرف الأول والرئيسي المتهم في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سواء خروقات القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين وغيرها أو جرائم الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومة الشرعية والقوات التابعة للحكومة الشرعية وإن بدرجة أقل لكن بعد جماعة الحوثيين أعتقد أن التحالف السعودي الإماراتي مسؤول وربما أيضا الميليشيات التي تتبع التحالف والميليشيات التابعة للتحالف بطبيعة الحال هو جماعة النخب والأحزمة الأمنية التي لا تندرك تحت هيكل وزارتي الدفاع والداخلية في الحقيقة هي وجود ميليشاوي لهذه الهياكل حتى وإن كان لها تسلسل قيادي لكن في الأخير طالما أنها لا تخضع لقانون القوات المسلحة ولا قانون مزالة الداخلية ولا تابع الجيش الوطني أو التابع الحكومة الشرعية المعترف بها محليا ودوليا بالتالي فهي أيضا ميليشية مسؤولة عن جزء كبير من هذه الانتهاكات التي وثقها التقرير فيما يتعلق بحلقة اليوم حديثنا بالتحديد عن المنطقة الجغرافية في المحافظات التي تقبع تحت في المحافظات الجنوبية بالتحديد هناك حديث عن سجون معتقلات سرية انتهاكات متعددة التقرير أورد حالات اعتداءات جنسية في سجون التي تشرف عليها الإمارات نحن نتحدث هنا عن البريقة مثلا نحن نتحدث هنا عن بير أحمد أيضا وعن معتقلات أخرى في محافظات أخرى كشبوة وحضر موت وإن بدرجة أقل برأيك ما هو السبب الذي يدفع بالقيام يعني ما الذي يدفع هذه الجهات للقيام بهذه الانتهاكات؟ أولا أخي وجيه نعرف أنه عندما انتفض اليمنيون في المحافظات الجنوبية رفضا للميليشيا الحوثي وصالح أثناء الانقلاب وأثناء اكتياحها لهذه المحافظات كان الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية رافضين لهذا الاكتياح واستفوا جميعهم مع الشرعية في اليمن لرفض الاجتياح ولمقاومته وتشكلت مقاومة شعبية تحولت فيما بعد جزء منها إلى وحدات تابعة للقيش الوطني لكن أيضا الإمارات استقطبت جزء كبير من هذه القوات أو من الجماعات التي انخرطت في المقاومة وأنشأت ميليشيا وتشكلتها صنوف القمع والتنكيل برموز المقاومة أيضا الذين كانوا جزءا من الدفاع عن هذه المحافظات بل أن تحولت هذه الشبكات والميليشيات المسلحة تابعة الإمارات إلى أدوات لفرض نظام قمعي يشبه أيضا نظام القمعي في الإمارات بمعنى أن الإمارات أرادت أن تفرض نظامها في قمع الحريات رغم ما تدعيه من مظاهر بالراقب في المدنية وما أشبه ذلك والتسامح لكن في الواقع الإمارات تتخفى خلف واقع مزري بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات في دولة الإمارات طيب يعني ما يهمنا الآن في المحافظات الجنوبية أرادت نقل التقربة فقط كنت أود أن أشير إلى أنه أرادت نقل هذه التقربة إلى اليمن وبصورة أكثر وحشية وقمعا ودون أي اعتبار لخصوصيات المجتمع اليمني لا خصوصية ديمغرافية ولا اجتماعية ولا ثقافية ولا حتى سياسية وبالتالي عملت على تسليح مجموعات مسلحة بعضها طبعا متطرف أيديلوجيا وعملت على تعبئتها ثقافيا ضد وفكريا ضد أطياف المجتمع الأخرى التي ترى الإمارات فيها خصما وتحديدا حركات الإسلام السياسي الديمقراطي أو المؤمنة بالديمقراطية كانت هي على رأس قائمة الضحايا أو المستهدفين في عمليات القمع والتنكير والانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات عبر أدواتها من الميليشيات التي تحدث عنها في هذه المحافظات في عدن وشبوى وحضر موت وأبيان بنت تشكيلات عسكرية مسلحة وبالتالي أيضا فتحت سجون سرية ومراكز اعتقال زجت بالمئات من الشباب داخل هذه السجون بل عملت على نقل أيضا بعض المعتقلين إلى قاعدة عصب في أريتيريا بحسب ما يقول التقرير وهذه نقاط قد نتعرض لها لاحق لكن فيما يتعلق بالسجون هناك دعنا نشك معنا في هذه النقطة تحديدا المعتقل السابق في السجون الإماراتية سيد عادل الحسن الذي ينضم لنا عبر الهاتف أرحب بك سيد الحسن إذن بداية كيف تبعت هذا التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان حول سجون الإمارات التي تشف عليها الإمارات في المحافظات الجنوبية والانتهاكات بأنواعها التي تحدث بداخلها بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أسعدك 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 هياكم بالنسبة لي لا جديد عندي فأني أنا أصلا أكثر من أرفضهم بالأدلة والتقارير في العام الماضي وفي تقارير العام الذي مضى عام 2018 و2019 أعتمدوا على شهادتي في كثير من القصص التي حكينا لهم في السجون الشرية الإماراتية وكذلك ما ربطهم ببعض الأسر والمعتقلين الذين تعرضوا لأصناع التعديل في السجون الإماراتي التقرير طبعا التقرير كبير ويشمل عدة قضايا بالنسبة لقضايا التي لم أشاهدها لا أستطيع التعليق عنها لكن قضايا الشيون السري أنا عشتها وشاهدتها ورأيتها وذقتها بنفسي فما ذكر في التقرير ومضه وقطرة من بحار وما خطيه كان أعظم وليس كما من سنع كما رأى كما يقال وإموسى عليه السلام حين قال له الله سبحانه وتعالى إن قوم قد عبدوا العجل إلا أنك لما رأاهم عبد العجل سفرت الألواح من يده فليس من رأى كمن سنع نحن وما رأيناه الله أشياء تشيب لها ألا الولدان التفنن يعني الشيء الذي أنا متعج منه ومستغرب منه أنه التفنن في أنواع التعديل كل يوم كانوا يأتون هناك بنوع جديد من أنواع التعديل والتلذب ويعني كأن هؤلاء القوم يعني يشعرون بعقدة نقصة أكملها في اليمان ولا حول ولا قوت الله المستعن طيب سيد الحسني أنت كنت أحد المسجونين في سجون الإمارات يعني دعماً أو بالحديث بهذه المناسبة صدور هذا التقرير هل لا ذكرت لنا أو يعني أعطيتنا ذكرتها سيد المشاهدين بجزء من ما مررت به وإن كان السؤال أو الحديث عن ذلك قد يكون صعباً بمسببك ولغيرك من اليمنيين لكن هل لا أعطيتنا شهادة ما حدث في داخل هذه السجون؟ يعني أول ما أوصلت إلى هذا المعكب الإماراتي أول شيء أول إقراه هو عصب العينين يعصبوا عينيك فلا تدري في أي مكان أنتوا في أي أمر ثم ذهبوا إلى حفرة ضيقة يسمونها حفرة الوحش هناك حفرة في جانب الشجين يضعوا فيها الشجين مقبل اليدين ومكبل الرجلين ومعصوب العينين وفيها بضيطة في هذا الحفرة لمجة 48 ساعة حقاً كنت أفارغ الحياة فيها ومن ثم ذهب إلى إلاب مكان للتحقيق كنتينار لديها الضباط المراكيين طبعاً لا يوجد أي يمني في هذا المعكب لا حادث لا شجان لا الذي يأتي بالطعام لا محقق لا ضابط لا مدير في جنك كل شيء مراكي ثم يعني في أثناء تعذيب أوامع الروق على طبيب الطبيب هو الذي يقرر كمية الضربة الذي تتحمله طبعاً ما نعرف اسمه ضعيف ومسهيل أو صاهم الطبيب يعني يعني لا يتهجين في أجهزة القلب أو الكلاء أو الكبد لأنه سامون محدد لهم هي أطباء مرتزقة طبعاً هناك مستشفى ميداني في أطباء النصريون وغيرهم يشرفون على هذا العمل ثم بعد ذلك يعني سأقوف بالكهرباء مباشرة الكهرباء ثم التعليق في الشقف لمدة ساعات ومظن منهم أن هذا يعني سيضعفك وسيجعلك تدريب معلومات طيب أنت أصلاً ما عندك معلومات وما عندك ما تخفيه ولا عندك شيء وهذا البلد أصلاً بلدك أنت حريص على بلدك أكثر منهم لكن يعني هذه من عجائب وغرائب الدار أذكر قصها يعني مول ما كانت من أشد أيامنا يعني في السجن جاء ولد صغير من أبناء عدن ثم تحرش به جندي إماراتي فهذا الولد طبعاً ابن بيته وقبيلي بدوي هو فأراد أن يتهجم على هذا الجندي فنحن نعرف أي شيء الأقراء الخطير الذي سيكون عليه فما كان من المحققين والضباط إلا أن أتوا وجعلوها قضية كبيرة لا اعتداء على جندي إماراتي بدلاً من صفوه لأنه حاول أن تحرش به ثم علقوه في شبك أمامنا من ثمان الصباح إلى أربع العصر أنا لا أنشى هذا اليوم أبناء وبغيوا يضربوه من ثمان الصباح إلى أربع العصر لا يتوقف الضرب أبداً حتى إذا تقطع جسده أتوا بشطة وملح وضعوها على الدم فصاح الولد صيحة حجزة أربع كان السجن وكان بصراعة آبك اليوم يوماً كئيباً لا أنشاه أبلاً ولا حوله ولا أولي الله مستعى فرج الله عن كل من هو معتقد في هذه السجون بدون وجه حق على كل حال سيد الحسني يعني الآن ماذا عن الشباب الذين تم أو يعني عن الناشطين وعن من تم اعتقالهم في عدن خلال الأحداث الأخيرة هل لديك معلومات عنهم ما هي أوضاعهم وأحوالهم الله الأوباء قاموا هذا الشجين السرية لا تخضى على المناطرات لا تخضى على الحياة لا تخضى على المحاكم لا تخضى على المخامين لا تخضى على نيابة وهو في سرادي المظلمة ما عندهم إلا اللجوء إلى الله في ظل قياب صمت دولي على هذا السلام الذي تحصل وكأننا في غابهم وكثير من المعتقالين حتى هذا الأولاد الذي ذكر ثلاث السفاة أعادوا اعتقالهم كل منهم يعني أعتقلوهم سابقا في عدن وبقيوا في عدن ولهذا نحن نجونا الذين خرقنا من عدن نجونا وإلا سيكون مصيرنا السجن فأغلب المعتقلين الذي تم الإفراج عنهم من قبل الإماراتيين الآن بعد الأحداث الأخيرة هذا أعادوهم إلى السجون وأغلبهم موجودين في في سجن الجلاء في غرب عدن في شمال غرب منطقة البريقة الذي كان يشرف عليهم مونير الإمام السابقا وهو الآن مع شكر بأيديهم وأيضا في سجن قاعة والضاحة الذي يشرف عليه السران المقتري وحسب علمي أنه في سجن الجلاء أكثر من 200 معتقالين في الأحداث الأخيرة الله المستعين إذن أشكرك سيد عدل الحسني على تواجدك معناه أنت في هذه الحلقة وأنت المعتقل السابق في سجون الإمارات أو التي تشرف عليها الإمارات في المحافظات الجنوبية سيد الأحمدي في سياق الحديث عن هذا التقرير وهذه الشهادات هل يمكن استخدام هذا التقرير وفقا للصلاحية الممنوحة لفريق لجنة الخبراء البارزين كدليل اتهام على من قام بهذه الانتهاكات أولا أخي وجيه في الحقيقة عندما نقرأ في تفاصيل هذا التقرير ونستمع إلى شهادات أحد الضحايا مثل الأخ عادل الحسني في الحقيقة وهو شخص شجاع ويستحق كل التقدير والاحترام لأنه أيضا كان أول الأصوات التي فضحت جرائم الإمارات في السجون السرية ورفض الصمت وكان له دور كبير أيضا حتى في كسر حاجز الصمت في عدن والحقيقة أخي وجيه الواحد يستغرب عندما يسمع هذه الشهادات الصارخة من أين أتوا هؤلاء يعني من أين جلبوا كل هذا المخزون الهائل من الحقد ضد اليمنيين كان اليمنيون يقولون أن التحالف السعودي الإماراتي سيأتي لإنقاذهم من إجرام وبطش ميليشيا الحثيين لكن اليوم نقول المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار بل أسوأ هذه السادية في التلذذ بتعذيب الضحايا والمعتقلين لا تنم عن نفسية سوية بمعنى أن الإمارات عبر هؤلاء الجنود والضباط الذين مارسوا التعذيب والتنكيل باليمنيين لا بد أنها خاضت برنامج أو عملت على إنشائهم وتهيئتهم ضمن برامج لمسخهم من القيم الإنسانية على هذا النحو وبالتالي مارسوا أو أفرغوا كل أحقادهم طبعا نعرف أيضا أن الإمارات تدخلت في اليمن وهي مدفوعة بأطمع أولا أطمع قديمة في اليمن وتحاول من خلال هذا القمع والتنكيل يعني الحصول على أرضية لفرض مطامعها في نفس الوقت أيضا مدفوعة بمخزون هائل من الحقد ضد شباب الثورة والربيع العربي في المنطقة العربية بما في ذلك اليمنين لأنه نعرف أيضا أن جزء من هذه الأحقاد الإماراتية ضد الربيع العربي لأنه أنهى اتفاقية تشغيل ميناء عدن في 2012 وبالتالي لديها لدى الإمارات والنظام الإماراتي والمحققين والضباط الذين أرسلوا إلى اليمن مخزون هائل من الحقد ضد اليمنيين والنظر إليهم كأعداء وبالتالي ممارسة هذه القسوة وهذا القمع الوحشي بحقهم ما يتعلق بسؤالك بإمكانية أن يكون لهذا التقرير نتائج معينة لمحاسبة المتوارضين بطبيعة الحال أخي وجيش التقرير الآن أصبح وثيقة أممية وملف انتهاكات حقوق الإنسان بسبب أداء الفريق الخبراء البارزين وتوثيقه لهذه الانتهاكات بتفويض من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة يضيق الخناق على المتورطين في جرائم الانتهاكات لكن هي النقطة سؤالي حول الصلاحيات التي أعطيت من قبل مجلس حقوق الإنسان إذا ما رجعنا بالزمن إلى يوم إنشاء هذه اللجنة نتذكر الخلافات التي كانت تحدث الجدل الذي حصل والحديث عن اللجنة ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لذلك سؤالي الآن إلى أي مدى سيؤخذ بهذا التقرير من قبل هذه اللجنة نتحدث أولا لا يزال لا تزال مخاوف قائمة نفسها والقدر ربما لا يزال قائمة نحن نتذكر أن التحالف أو مسؤول في الحكومة اليمنية انتقد تقرير فريق الخبراء لأنه أشار إلى بعض الانتهاكات من طرف القوات الحكومية وما إشباه ذلك في حقيقة الأمر على حسب ما ذكر تقريبا في التحقيق لم تتعاون الحكومة اليمنية حتى في إدخال هذه اللجنة إلى الأراضي اليمنية نعم للأسف الشديد وهذا ربما يدينهم أليس كذلك؟ وهذا بالضبط يعني اعتبر إدانا وعدم تعاون مع آلية أممية تم إقرارها وتفويضها للعمل على انتهاكات حقوق الإنسان ودعاوة لهذه الانتهاكات والتدقيق فيها لكن أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية ما يتعلق بالمضامين هذا التقرير وغيره من التقارير الأممية حتى تقارير المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان النتائج الفعلية أو الصلاحية التي كما أشرت في سؤالك يعني تترتب أو مرهون بمدى توفر الإرادة السياسية للمجتمع الدولي في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها إذا توفرت إرادة سياسية للمجتمع الدولي والفاعلين الدوليين الأعضاء في مجلس الأمن في مجلس حقوق الإنسان للبدء بإقراءات محاسبة للأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو حتى الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحسب التسلسل القيادة في كل طرف من أطراف النزاع التي انخرطت في سياسة القمع والتنكيل وانتهاكات حقوق الإنسان وفي نفس الوقت أيضاً حتى على مستوى الأشخاص كما أشار التقرير مع التثبت من وجود نية لاستهداف سواء المدنيين في الغارات التحالف أو القصف العشوائي لميليشيا الحوثيين وهذه بالإمكان إقراءها من خلال الشواهد وشهود العيان وحتى اعترافات أحياناً من بعض الأطراف المتورطة ما يتعلق بوجود نية لإيذاء المدنيين أو استهدافهم هذه ربما حادثت السيدات الباصل الذي كان فيه عدد من مسلحين الحوثيين وكان فيه خمسين تقريباً طالب وكانت في نهاية المطاف هذه أهداف غير مشروعة غير مشروعة لأنه يتناقض مع مبدأ التناسب والتمييز والحيطة والحذر وبالتالي هذه مبادئ في القانون الدولي الإنساني أهدرت بشكل كبير خلال الحرب سواء من طرف تحالف السعود الإماراتي وكنا نقول منذ البداية إن استهداف المدنيين جريمة كبيرة وهي تقوض حتى عدالة النضال اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثيين وأن الحوثيين يستفيدون ويستثمرون من هذه الغارات والجرائم للتحشيد والاستمرار في القتال وفرض أنفسهم كسلطة أمر واقع وإدعاء أنهم يدافعون عن اليمنيين لكن أيضا حتى ميليشيا الحوثيين ارتكبت جرائم استهداف المدنيين بالقصف العشوائي وحتى الألغام وهي الطرف الوحيد في النزاع المسلح الذي يستخدم الألغام بشكل كبير وبكثافة في الأحياة السكنية وبكل تأكيد سيفرد البرنامج مجالا واسعا لذلك لكن دعنا في هذه النقطة أو قبل ذلك نتحدث ونرحب بمن ينضم إلينا الآن سيد حسين المجدلي نائب اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الذي ينضمنا عبر الهاتف أرحب بك سيد المجدلي إذن تقرير لجنة الخبراء التي يفترض أنها تدعمكم كيف تابعت هذا التقرير؟ ما أبرز ما لفت انتباهك؟ شكرا لك ونزيل فقط الحقيقة هي تقرير لجنة الخبراء وفي المساعدة نوضمنا لكم ولمشاهد بدنا ربط بعد دراس أيضا من الحقومة والتحالف من التعاون مع خريف الخبراء أنهم قاموا برس ما تم رسله من نوع وقاما من هذا التقرير بدون شماح لهم بدون شماح لهم للدخول إلى أراضي اليمنية طبعاهم قاموا بالزيارة إلى المناطب الذي في السيطرة على الجماعة أو ثلاث مناطب للسيطرة على الحسين الشارعية أو أيضا المناطب السيطرة على الحسين الشارعية لم يدوموا بأي زيارة أيضا لم يلك لدوا أي دعم هذه معلومة بإبدايا أنهم بحل مشاهدين من نسبة لنا لجنة حتى ممكن خلالكم نذيئة خبر أننا نطلع لسكويل جادي سنصدر تقرير للسابع وكالعادة تقريدي يتضمن تغطية لتبقى 7 أو 6 أشهر من عام اللجنة من بداية تبراير وحتى نهاية أغسطس التقرير فريق بالخبرة يعني نعود إليه عفواً لو أقلتش هذا المواضيع لكن أردت أنها ضروري يعني واضح وكما هو محدد في منهي التقرير ومذكور في منهي التقرير يعني أمر مفتوح هناك أمور أعتقد أنها يعني مسلم بها من جبل الجميع وكثير من الوقاعة المذكورة فيها تناولتها حتى تقارير اللجنة أيضاً ملاحظ فيها أنه لم يغطي حتى فترة العام هذا الذي يعني شمله التقرير إنما صرت إلى وقاعة يعني منذ بداية الحرب أيضاً هناك أمور أخرى يعني بعض الملاحظات بسيطة على التقرير يعني لم يشير إلى مسألة التحقق أو آلية التحقق وما نجيت في مسألة التحقق من صحة الوقاعة يعني مثلاً عندما يتكلم عن بعض الوقاعة التي يعني يتكلم عنها مثل استهدام الألغام الفردية من قبل الحكومة اليمنية هذا أمر يعني نحن لم يثبت لدينا تقريباً طيب فيما يتعلق سيد المجدني فيما يتعلق بالانتهاكات التي ذكرت فيما يتعلق بالحديث عن التعذيب فيما يتعلق بالحديث عن اغتصاب السجنة ضربهم تعذيبهم الاعتقال دون وجه حق في هذه المحافظات فيما يتعلق بمحور حلقتنا اليوم في المحافظات الجنوبية هل حدثت هذه الانتهاكات وأن تعضوا اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اكيد اكيد حصلت ونحن في اللجنة اطلقنا تجريب حق بالشيون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أنهم متهمين بارتكاب جرائم سواء ضد الإنسانية أو جرائم الحرب المسؤولية لدينا هي المنهجية لدينا تحتمد أولا على التحقيق في الجريمة ومن ثم معرفة الفاعل بالتالي نحن ننظر إلى الجرائم مثال الفاعل الذي ارتكب الجريمة عندما نحب في الجريمة ممكن أن تصل إليه لكن أيضا هناك سدية للشهادات أليس كذلك أقصد اللجنة هذه هل أعطتكم كافة المعلومات حول من الذي قام حول شهادات المنتهك بحقهم أو من قام من هم سجناء أو من حققت معهم أو من وثقت حالاتهم نعم هذا هو الذي يجب أن نتشارك مع فريب الفضراء أن يوصلون إلى الضحايا أو إلى الشهود الذي أدلب معلوماتهم إليها عن الانتهاكات حتى نتمكن بدورنا نحن من التحقيق في هذه الإدعاءات أو في هذه الجرائم التي رتكبت ومن ثم وصول إلى معرفة المتاحل ومعرفة ما هو الظروف كل جريمة وماذا تم فيها طيب في اللقاء صحفي لسيد كمال الجندوبي رئيس هذه اللجنة كان هناك حديث عن اللجنة الوطنية للتعقيق في انتهاكات حقوق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أي أنتم يعني أريد أن أعرف منك الآن يعني هو قال أن اللجنة قد يتم الضغط عليها أنها ليست بالضرورة في يعني بسبب أو بآخر قد لا تكون محايدة لكن أنا أريد أن أسألك الآن في منحة آخر إلى أي مدى كان هناك دعم من قبل هذا الفريق لكم أنتم في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هو الفريق ليس معني بدعم اللجنة هل دعم اللجنة تحسب قرار بتشكو بالإنسان يعني مكلف فيه مفوضية مفوضية للإنسان طبعا الممتحدة وهي التي يفترض أنها تقدم لنا الدعم حتى يعني نكون أكثر بضوحا نحن تناولنا البند السادس من القرار يعني هم أدر تمديد لهم البند السابع يعني البند السادس من قرار نص على أن يتم دعم اللجنة الوطنية في أربع محاور في أربع محاور المحاور الفني ومحور قانوني ومحور ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا كثير من الحديث عندما يأتي إلى الناس ما يتدولون أنه يعني التقارير تصدر كل سنة سنة وراء سنة لكن الانتهاكات تزيد في المقابل للأسف ما هو المصير هذه التقارير على يعني بالحقيقة كيف سيلمس المواطنة يعني في الحقيقة أولا أخي وجيه دائما هناك مدافعة يعني في قضيات الدفاع عن حقوق الإنسان واستمرار هذه الانتهاكات هو صراع محتدم يعني ومستمر مسألة مستمرة ومسألة مستمرة بالفعل للأسف أحيانا حالة حقوق الإنسان تدهورا في ظل النزاعات المسلحة لأنه في ظل النزاعات المسلحة يتم تغييب القانون وأحيانا لا يوجد أحيانا تغييب حتى سلطات قانونية وشرعية في البلاد أو في مناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وبالتالي يكون هناك تغول لجماعات العنف ولأمراء الحروب وتستمر الانتهاكات وتأخذ أشكالا متعددة هذا جانب الجانب الآخر لكن هذه التقارير على الأقل هي توثق لمرحلة تاريخية معينة والأشخاص الذين سواء في القائمة السرية التي أشار إليها التقرير أو حتى الأطراف نفسها التي أشير إليها وتم التحقيق في العديد من الوقائع والأحداث والجرائم التي ارتكبتها هذه الأطراف تظل موصومة بالعار سواء تاريخيا أو حتى في أي مستقبل سياسي للبلد يمكن للشعوب أن تأخذ حقها بإقامة العدالة ومحاسبة هذه الأطراف سواء مسؤوليها حتى في حالة أحيانا حصول عدالة انتقالية أو ما أشبه ذلك لكن يكون هناك نوع من المحاسبة للمتورطين في جرائم الانتهاكات بدرجات متفاوتة نتذكر كثير من الوقائع حول العالم أن بعض مجرمي الحرب قدموا لمحاكمات بعد سنوات من الإفلات من العقاب ونحن نتحدث اليوم عن الإمارات كإرهاب دولة مارسته في اليمن ليس فقط مجرد انتهاكات عابرة في نزاع مسلح لكن الإمارات مارست إرهاب الدولة بحق المجتمع وعندما يتحدث التقرير عن أن الضحايا الذين حققوا بشأن انتهاكات تعرضوا لها في التعذيب والجرائم والاعتداء الجنسي والعنف الجنسي إما نشطاء في حقوق الإنسان أو أفراد في قوات حكومية تابعة للقوات الحكومية اليمنية أو عناصر من المقاومة الشعبية التي رفضت اجتياح الحوثي إلى عدن وقاومته وبالتالي كان جزء من جرائم الانتهاكات كأنها انتقام للمجتمع الذي رفض اجتياح الحوثي للعاصمة عدن في 2015 يبدو كذلك أو على الأقل نوع من التخادم ما بين الإمارات في المناطق المحررة ومشروع الحوثي في الشمال وكان هناك تحول البلد وكان في الحديث عن أنه من يناوئها أيضا من يناوئ أو يعني لديه آراء تخالف الإمارات مثلا يتم اعتقاله أيضا يا أخي العزيزة الإمارات عندما يعني دخلت ضمن غطاء التحالف لدعم الحكومة الشرعية منذ اليوم الأول لم تحارب لدعم الشرعية اليمنية بل بالعكس نذكر أنها قصفت قوات الجيش ونوات الجيش الوطني في العبر في بداية عاصفة الحزم كان قصف هناك ونتذكر بعد خمس سنوات أيضا قصف الجيش الوطني على مشارف عدن بينما كان يقوم بمهمة لاستعادة مؤسسات الدولة منذ اليوم الأول لم تكن الإمارات في وارد دعم الحكومة الشرعية على الإطلاق بل استغلت وجودها في التحالف كغطاء وربما أيضا على ما يبدو بل تثبته الأحداث والشواهد الأخيرة أنها كانت تمارس كل جرائمها بضوء أخضر من السعودية وبشراكة مباشرة من السعودية وكانت تعمل على بناء منظومة سلطة في الجنوب تضمن لها مصالحها سواء مشروع التقسيم أو مشاريع السيطرة على ميناء عدن والموانئ والجزر اليمنية وعملت على قمع كل من يحتمل أن يعارض مشروع الإمارات في الجنوب بشكل وحشي ومفرط من خلال القمع الاعتقالات الاختطافات التعذيب الإغتيالات الإمارات استأجرت مرتزقة لتنفيذ الإغتيالات بحق أئمة المساجد بحق الرجال المقاومة رموز التأثير في المجتمع الذين كانت ترى أنهم قد يشكلون حجر عثرة أمامها في مشروع السيطرة على الجنوب أو في حجر عثرة أمام أدواتها المحلية اليوم المتمثلة في المجلس الانتقالي والميليشيات المسلحة التابعة له إذن الإمارات في الحقيقة مارست إرهاب الدولة في جنوب اليمن وهذا التقرير وثيقة أممية مهمة قد لا تتوفر الإرادة السياسية دوليا وقد لا تسمح إمكانيات الحكومة الشرعية بسبب ضعفها وارتهانها حاليا للسعودية بإقراءات أكثر صرامة لكن أمام اليمنيين وثائق تضمن حقوقهم نعم وثائق تضمن حقوقهم وطريق نضال واضح لمحاسبة مجرمي الانتهاكات من الحوثيين والإماراتيين على حد سواء شكرا لك سيد محمد الحمد الصحفي والناشط الحقوق كنت معنا في هذه الحكرة شكرا لك ومشاهدين الكرام على حسن متابع الإنصاد في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء